عايز اقول لكم ان حتى جريدة الانتبندنت مثلا البريطانية كانت بتتكلم عن ازاي ان مصر بتبني اكبر عاصمة في العالم دلوقتي بعدد سكان ضخم بحاجة ضخمة باكبر برج في شمال افريقيا يعني بيوصفوا قد ايه ان مصر شكلها بيتغير بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية وان مصر هتبقى خلينا نقول عامل من عوامل الجذب الاستثماري في المنطقة وان مصر ممكن مع الشراكة طبعا الصينية والاماراتية ان احنا يبقى عندنا طريقة التفكير بتاعت التصنيع وان احنا يبقى عندنا نفس طريقة التفكير بتاعت ازاي ان احنا نبقى سوق مصدر وازاي ان احنا نبقى سوق منتج منبقاش مستهلكين ومنبقاش مستوردين على قد ما احنا باذن الله تعالى يا رب ودي فرصتنا بنقولها كل مرة دي فرصتنا فيه ناس بتقولك الدولار ب18 ومش عارف ب17 وايه ده فرصتك دلوقتي انك انت تبتدي تصدر منتجك للخارج لانك انت بقى عندك سعر تنافسي رهيب غريب انا عايز اقولكم الاجانب بييجوا مصر بيعودوا في الغردقة بيعود اسبوع بيدفع تلتمية واربعين يورو تلتمية واربعين يورو دول فيهم فطار غدا عشاء اوبم فيه بياخد صوفت درينك وهو قاعد كمان على البحر وبتاع مش عايز اقول المركات يعني بس مياه غازية بيقعد يشرب زي ما هو عايز بالطيران بكله بعدين يرجع بلده بربعمية يورو ربعمية يورو ده ربعمية يورو بالنسباله هناك ده يصرفهم في ثلاث اربع تيام يعني بتقعد انت بيهم اسبوع بتتفسح بتاع فاحنا دولة بقت بالنسبالهم تكلفتها قليلة لازم نستغل ده لازم نستغل ده ولازم نبتدي ندخل عملة صعبة من خلال ده طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لازم ييجي بقى معه ثقافة مقابلة السائح الاجنابي ثقافة ازاي ان احنا نحافظ على شكلنا ونوري شكل مصر الحضاري ما يبقاش فيه المتسولين اللي بيعودوا يجروا ورا السواحة اللي بيبوازوا منظر اي حاجة على فكرة الناس دي بس يعني شرط الساحة بتدت تشتغل في الملف ده بشكل كويس طيب